اجبر على العيش في نفس المنزل مع فاتح ووالدته ايركول يبحث اسل ايركول عن طرق للوصول الى اوزان من خلال التخلص من تهديدات ايركول يريد الهدية معرفة سبب وجود ابنته مع الفاتح كن ارمول لن يكون خاملا مرة اخرى اوزان الذي يريد معرفة سبب ابتعاد اسليم عنه لديه خطة هروب جاهزة على الرغم من الصعوبات التي واجهوها يحاول سبتمبر ويا ايرمز الذان يحميان حبهما البقاء على قيد الحياة دون دعم اي شخص يبع انجل الذي يلعب جميع انواع الالعاب للحصول على يا ايرمز اعلانا في الصحيفة يفيد بان يا ايرمار قد مات حتى يتمكن ايل ايرميل من العودة الى منزل والده وقال انه يرى اعلان سبتمبر والعودة الى ديارهم عندما يعود يا ايرمز من اسكي ايرمهير يجد ايل ايرميل في المنزل لكن سبتمبر ليس هو نفسه كما كان من قبل يعد مفاجأة لطيفة معتقدا انه اساء اليها لكن سبتمبر تعيش اسوأ ايام حياتها بعدما فعلته بها كوري يجد عدنان المنزل الذي يختبئون فيه ويقدم عرضا لم يتوقعوه ابدا عندما يأتي الشاعر الى نفسه يرى الفاتحة امامه يهاجم الفاتحة بتأثير كل الالم الذي عانى منه لقد حان جوليدي لانقاذ ابنها وقد ابلغ الفاتح الشرطة بالفعل سوف الشرطة الخاصة بك تحيط المنزل الشاعر لم يبقى له مكان يركض فيه الهدية هي بعد الدواء الذي استخدمه على ابنته في منزل ايرمول يذهب طارق وراءه لمواجهة سيبل بينما يقاتل سبتمبر من اجل حياتها يجب اتخاذ قرار صعب للغاية لانقاذ حياتها الشاعر في الواقع في حالة خوف كبيرة اثناء انتظار اجابة اسليم على طاولة الزفاف سبتمبر ويا ايرمز يقيمون في منزل جبل اوزام لكنهم يغادرون هناك بسبب حدس الرهن الذي جاء لعائلة اوزام يلجأون الى صديق قديم ليا ايرمز يدعى سينك لكن سينك يخون ويبلغ عدنان بموقع ال ايرمل ويا ايرمز يتعلم ان سبتمبر يا ايرمز غادر المنزل مفلسا هذا يقوي علاقتهم في الواقع الفاتح ادرك وينع عندما قال انه ذاهب الى الانتحار في الواقع لا يمكنه تحمل الضغط الذي وضعه ايرمول عليه من ناحية اخرى يواجه ايرمول والفاتح مشكلة لاستمتاع بكارثة جوليدي التي تمت مصادرة كل شيء بحبس الرهن بينما تبحث جوليدي وطارق عن الشخص الذي فعل ذلك بهما يشعر سيبل فقط باثر الفاتح في الامر ممتاز يحزم حقيبته ويهرب يخبر برشين اوزان ان فاتحة واسليم معا الشاعر الذي لا يستطيع تحمل هذه الكلمات يعاني من انهيار عصبي ثم يرى الصور التي ارسلها برشين يلجأ ملك الى كل الوسائل لمنع ال ايرمل ويا ارمز من الهروب يبلغ عدنان ونرمين يجيز يجب ان يترك كل شيء لديه لمغادرة المنزل على الرغم من هذا وقال انه لا يستسلم وقال انه يهرب مفلسا مع سبتمبر شول قريب جدا من انتقامه النهائي انه متحمس يخطط سبتمبر ويا ايرمز الذين اجتمع اخيرا بعد انفصال طويل للهروب دون اخبار اي شخص ديسمبر من ناحية تريد سبتمبر المتحمسة لمقابلة احبائها الحصول على دعم عائلتها من ناحية اخرى والملاك يتبع يا ايرمز خطوة بخطوة اوزان الذي ينتظر في ديسمبر بين الجدران الاربعة للسجن مع الامل يجد شخصا اخر امامه في الواقع كان عليه ان يلتقي فاتح بسبب اكراه ايرمول في الواقع الذي يريد ان يذهب الى اوزان في اقرب وقت ممكن وقال انه سوف تكون قادرة على اللحاق حبيبته اثناء القتال من اجل حياته يجب اتخاذ قرار صعب للغاية لانقاذ حياته الشاعر في الواقع في حالة خوف كبيرة اثناء انتظار اجابة اسليم على طاولة الزفاف في حين ان الشاعر في عجلة من المفاجأة التي اعدها لاسليم فان اسليم في معضلة كبيرة يحلم سبتمبر انهم سوف يجتمعون اخيرا مع ياؤمز ويستعدون لاخباره بكل شيء يجب ان يتطلع يريز الى اجتماعهما ايضا ومع ذلك كلاهما غير مدركين لخطط الملاك ارمول يجعل اوزان يستمع الى اسليم بينما يطعن جي اشخن يريدها ان تقبل عرض زواج ابنه مقابل تركه على قيد الحياة في الواقع عليه ان يفعل ذلك الشاعر مصابت يعتقد ان زهرة سبتمبر هي عشيقة يا ارمز ولا تخبر عن قضية الطفل الملاك يضع فخ للزهرة ويجعلها تسقط يعلق اوشي ارميك على الكابل ويلقي بجريمة الفكر في سبتمبر يتعلم ان زهرة سبتمبر ليست من محبي يا ارمز لكنه قرر ان يقول الحقيقة غدا ويغادر في الواقع انه يعاني من معضلة كبيرة اما ان ينقذ حياة الشاعر او يتسبب في وثاته يستعد سبتمبر لاخبار يا ارمز بكل الحقائق يدرك كوري انه سيفقدها الى الابد عدنان لديه خطط اخرى لي امز يهدد ارمول اسليم على ننب قتل اوزان ويطلب منها الزواج من فاتح اوزان الذي يعتقد ان اسليم تعرض لحادث يعاني من انهيار عصبي ويقول انه يريد الزواج من اسليم معتقدا انه لا يمكن ان يكون بدون اسليم في الواقع يبقى بينهما ديسمبر عندما علم ملك بعلاقة سبتمبر ويا ارمز يصاب بالجنون يبدأ في التخطيط لاشياء سيئة يعترف كوري الذي هاجم الارمل وهو في حالة سكر انه لم ينمع الارمل في ذلك اليوم سبتمبر الان متأكد تماما من ان الطفل من يغيز يبدأ الرازي بالذعر من الخير الى الخير في مواجهة حالة ملك السيكوباتية بينما يشك نرمين في ابنته قرر ملك استخدام سبتمبر مرة اخرى للحصول على يا ارمز يتم اخذ الشاعر الى الجناح في الواقع انه يواجه تهديدا خطيرا للغاية تعتمد حياة اوزان وجوليدي على القرار الذي سيتخذه مقتنعا بانه لا يستطيع الخروج من الداخل يدعوه الشاعر الى جانبه ويغمر نفسه تماما في الشعور بان امتظار اسليم سيذهب سدا يتمنى ان لا يأتي مرة اخرى في الواقع سوف ينهار لقد احببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا تأكد من الاشتراك في قناتي وتشغيل الاختارات